تعال نشوف كده النهاردة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أسر الاتحادية كان يستقبل رئيس جمهورية أسبكستان السيد شوكة ميرديايف وعقد الرئيسان مباحثات مهمة جدا تناولت وجهات النظر في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية والدولية اللي بتحظى بالتأكيد بالاهتمام المشترك الرئيسين أشاروا لأهمية توقيت الزيارة الدولتين بيحتفلوا بالذكرى 31 لتنشين العلاقات الدبلوماسية ما بينهم وكمان الرئيس ونظير ورئيس أسبكستان شاهدوا مراسم التوقيع على تسع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات مختلفة من بينها التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والثقافة خلال مؤتمر صحفي مشترك أكد الرئيس السيسي أن المباحثات بتشهد توافق حول ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية من خلال حل الدولتين بالإضافة لضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الروسية الأوكرانية أنا عايز نفتكر مع بعض حاجتين حاجة منهم إصرار وتأكيد الرئيس رئيس جمهوريتنا على أن قضيتنا المركزية هي القضية الفلسطينية وأن حل الدولتين هو الحل اللي بتسعى وبتطمح مصر لتنفيزه ووجوده على الواقع وتكون القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية والعودة لحدود سبعة وستين كده نمرة واحد نمرة اتنين ودي حاجة مهمة جدا هي أنه مصر طول الوقت لن تتدخر أي وسع في أنها تخلق إجماع دولي مش بداش نقول إجماع ولكن نقول قرار دولي يسمح بوجود هذا الحل ودي حاجة مهمة جدا جدا لمصلحة كل الأطراف لمصلحة العرب لمصلحة الغرب طيب الحاجة التانية وهي المهمة ارجع على شرم الشيخ كوب 27 والرئيس وقتها اتكلم على استعداد مصر لأن تكون طرفا وسيطا متوازنا محايدا لحل هذه الأزمة ما بين روسيا وما بين أوكرانيا وارجع على أول الشهر أنه هذا الكلام تم التطرق إليه مرة تانية أنه مصر ممكن تبقى طرف في خلق حلول خلونا نسمع جزء من كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونرجع نكمل الحقيقة كمان كان فيه توافق في الموضعات ذات الاهتمام المشترك متفقين على أهمية إيجاد حل للقضية الفلسطينية حل الدولتين على حدود الرابع من يونيو سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية وأيضا أهمية إيجاد حل سياسي للقضية أو للنزاع الروسي الأوكراني لمليه من تأثيرات على العالم كله ترجمة نانسي قنقر